بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حباب قلبي يا رب تكونوا بخير حلقة النهاردة هتكون استكمالا لحلقة مبارح النهاردة هنعمل مع بعض دكر بط إنما إيه حاجة كده من الآخر رباية بيتي اللي يعلق عليه هنحشيب بالرز بتاعي مبارح اللي ما شافش حلقة مبارح هسيب له اللينك في صندوق الوصف ده دكر البط بتاعنا بعد ما نظفته كويس جدا وغسلته بالدقيق والخل والملح من جوه ومن بره وحطيته في محلول النقع الصراحة محلول النقع ده جماعة اختراع ربنا اجازيها كل خير الشيف سارة اللي اختراعته المحلول ده عبارة عن إيه عبارة عن سكر وملح ومية ممكن حضرتك يعني تضيفي له حاجات إضافات تاني ممكن جذر ممكن بصل ممكن توم بس شرط ما تقطعيش الحاجات ده كل حاجة تبقى صحيحة لوحدها كل واحد وحسب رحته الأساسي في الموضوع ده السكر والملح والمية مقدير المحلول ده تلاتة ونص لتر مية عليهم نص كبات ملح كبات لربع سكر تمام كده يا جماعة أنا بعمل لكل أنواع الطيور حتى الرومي بس الرومي بنقعه قبلها بيومين أو تلاتة والمحلول ده فايدته ايه بيشد الزفارة أو الدم اللي في الطير بيسرع وقت سواها عشان بيكسر الأنسجة بتاعتها فبتبقى اللحمة طرية جدا وصدر البطة أو الرومي بيبقى مستوي جدا ومش ناشف كده في الأكل جربوه بجد حتدعولي وحتدعول الشيف سارة أنا هنا ده الرز بتاعي بارح اللي عملته معاكم ححش البطة هنا بالرز الناس هتستغرب هال البطة فعلا هتستوي بالشكل ده ايه يا جماعة والله هتستوي جدا والصدر بتاعي هيبقى طري وجميل كله بفضل ربنا ثم المحلول بتاعي الشيف سارة بعد ما نقعد البطة بعملها بالشكل ده بالعصايا اللي هي بتاعت الشيش طاقوق دي باقص الزفارة بعدين في حالة على النار هنا يعني ممكن معلقة تزيد او اقل من معلقة ممكن نص معلقة بحط فيها فصين توم وفلفل حامي اللي مش عايزة فلفل برضو حسب الرغبة بحط عليه حبة كوزبرة وديه التشويحة بسيطة كده لحد ما ريحت التوم تطلع بس اول ما تتوم ريحت تطلع حنزل بالبطة حقلبها شوية بحط لها ملح فلفل سود مش بحط كمون مع البط يا جميع مش بحب طعمه مع البط وعلى فكرة البط بتاخد الملح كتير شوية عن الطيور الباقية مرضو حسب الرغبة الملح وبعدين بزوده المية بحط معاه ببصلة على بعضها وبقطعهاش بصل او بصلة تيني يعني انا هنا حطها في حالة الضغط هي بحالة الضغط ما بتتأخرش خالص ممكن تاخد من تلت ساعة نص ساعة بالظبط بتبقى مستوية جدا جميلة دي بقى خلطة التحمير دي عبارة عن معلقة صلصة عليها معلقة زيت وملح وفلفل اسود وكسبرة وعصرة لمونة عصرة نص لمونة وبذهم بيها البطة كلها بغلف البطة كلها وحطها في الصينية بتاعت التحمير ودخلها الفرن بغيت ما البطة بتحمر بعد كده انا اول ما بتحمر البطة بطلعها في ناس هتقولي الرز من جوه مش هبقى مستوي بالعكس الرز بيبقى مستوي جدا وبيبقى جميل جدا 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 هتجربوه وحتدعولي خطوها بس الاول في محلول النق البط مش بياخد سواه والرز من جوه لا بيتعجن ولا بيبقى في اي حاجة انا هنا هقطع البطة معاكم وحتشوفوا الرز شكله ايه هنشوفوا الرز مستوي ولا مش مستوي ده شكل البطة بعد ما طلعتها من الفرن بصراحة جميلة وبتشاهي على الاكل ده بقى شكل الرز يا جماعة شفتو رز مفلفل كده ولم عجن ولا ناشف ولا اي حاجة طعمه رائع 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 اكتر من رائع جربي ان شاء الله هتدعيلي وجربي البطة بالشكل ده اشتركوا في القناة